اشتركوا في القناة وتشتيت كمبة هذه النظريتين اظهرت ان للموجات الكهروماناتيسية العديمة الكتلة انها تسلك سلوك زخم يتملك زخم وطاقة كالجسيمات معروف ان الموجات الكهروماناتيسية برع موجات ولكن في حالات معينة تسلك سلوك الجسيمات فهنا سؤال يتطرق هل يمكن للجسيمات ان تسلك سلوك موجات الجسيمات الصغيرة جدا هل يمكن انها تسلك سلوك موجات ايضا هناك سؤال اخر نقول هل للجسيمات خصائص موجية قام ديبرولي في عام التجارب في عام 1923 ميلادي قام ديبرولي العالم ديبرولي لتجارب لتبين ان هذه الجسيمات تسلك سلوك موجات تسلك سلوك الموجات وقابل توقعه بالرفق من بعض العلماء لان ان نشر عمله او نظرية هذه نشرها للعالم انشتاين واكد هذا التوقع الذي توقعه ديبرولي حيث يقول ديبرولي بما توقع ديبرولي ان زخم الجسيم يعبر عنه بالمعادلة التالية توقع ديبرولي توقع ديبرولي يقول ان زخم الجسيم يعبر عنه بالمعادلة التالية بي ساوي كما معروف ان زخم الجسم اي زخم الجسم عبارة عن كتلته في سرعته اضاف ايضا انه يساوي ايضا ثابت بلانك على الطول الموجي لهذا الجسيم ثابت بلانك على الطول الموجي لهذا الجسيم فجمع قال ديبرولي بما ان زخم الجسم يساوي م في في وزخم الفوتون يساوي ايضا بي اتش على الامداء فجمع هذه المعادلة العلاقتين الاولى والثانية في معادلة فسماها معادلة الطول الموجي لديبرولي معادلة الطول الموجي لديبرولي بالمعادلة التالية ثابت بلانك على الزخم يساوي ثابت بلانك على كتلة الجسيم في سرعته فيمثل الطول الموجي هنا الطول الموجي هنا يمثل الطول الموجي المصاحب للجسيم المتحرك وسميه بالطول الموجي لديبرولي اعتمادا على نظرية الديبرولي ينبغي ان تنظر الجسيمات مثل الاكترونات والفوتونات خصائص موجية ان الاكترونات والفوتونات بناء على نظرية الديبرولي يجب ان تملك ان الاكترونات وفوتونات تملك خصائص موجية طيب نأخذ مثال على ذلك مثال عندنا كرة مضرب كتلتها 0.145 كيلو جرام وسرعتها لحظة مغادرتها للمضرب V تساوي 38 متر لكل ثانية فما هو الطول الموجي أو طول طول موجة ديبرولي للكرة المصاحبة للكرة من خلال المعطيات الموجودة عندنا أمامنا هنا عندنا الكتلة موجودة كتلة الجسيم أو كتلة عفر المضرب وعندنا سرعتها التي انطلقت أيضاً من المعطيات الموجودة عندنا ثابت بلانك موجود فنبدأ بحل المسألة عندنا الكتلة الجسم تساوي 0.145 كيلو جرام عندنا سرعة للكرة 38 متر لكل ثانية عندنا ثابت بلانك وهو قيمة ثابتة لا تتغير 6.63 في عشرة والسالب 34 جول لكل سكند طيب سنطبق عليه علاقة التالية اللي أمامنا هنا لمدة تساوي H لو ثابت بلانك على كتلة الجسم في سرعته 6.63 في عشرة والسالب 34 جول لكل سكند على كتلة الجسم اللي هو 0.145 كيلو جرام مضروباً في سرعته له 38 متر لكل ثانية سيكون الناتج في هذه الحالة 1.2 في عشرة والسالب 34 متر هذا يطول الموجة المصاحبة لديبرولي عندنا مثال 3 صفحة 116 مثال 3 صفحة 116 مثال 3 صفحة 116 3 صفحة 116 يقول هذا المثال إذا تسارع إلكترون خلال فرق جهد 75 فولت فما مقدار طول موجة ديبرولي المصاحبة له عندنا هنا هذا المثال يقول عندنا هنا لوحين الموجة والسالب هذا الموجة وهذا السالب وبينهما فرق جهد 75 فولت فعندنا هنا الجسين الإلكترون إذا انطلق في هذا الاتجاه من السالب إلى الموجة فإذا تسارع هذا الإلكترون خلال فرق الجهد هذا فما مقدار طول موجة ديبرولي فما مقدار طول موجة ديبرولي المصاحب لهذا الإلكترون نريد أن نحسب هنا الطول الموجة طريقة الحل ستكون من خلال معرفة الطاقة الحركية الإلكترون بدلالة فرق الجهد K-E تساوي ناقص Q بفرق الجهد والعلاقة الرياضية الطاقة الحركية بدلالة الحركة لنص M في تربية من خلال هذه العلاقة العلاقتين سنحصل السرعة ثم من خلال السرعة سنصل إلى الزخم ثم بعد ذلك من خلال أوصولنا إلى الزخم سنحصل على الطول الموجي كالخطوات التالية ترونها الآن بمساواة المعادلتين الأولى والثانية نص M في تربية تساوي ناقص QV الفولت أنا أبغل في تربية الحالة أنا أبغل في تربية الحالة ماذا أعمل؟ بسطين في طرفين تساوي ناقص 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 Q V على كتلة الإلكترون على عفواً على كتلة الإلكترون فقط في تربية تساوي ناقص 2 Q V على كتلة الإلكترون طيب نكتب المعطيات الموجودة عندنا عساس نبدأ فيها في حل هذه المسألة المعطى الأول عندنا اللي هو فرق الجهد يساوي 75 فولت المعطى الثاني كتلة شحنة الإلكترون وشحنة الإلكترون تساوي سالب 1.6 في عشرة والسالب 19 كولوم أيضاً كتلة الإلكترون تساوي 9.1 في عشرة والسالب 31 كيلو جرام وعندنا أيضاً ثابت بلانك 6.63 في عشرة والسالب 34 جول لكل سكن من خلال هذه المعطيات سنصل إلى النتيجة التي نرىها ترونها أمامكم بعد قليل طيب نعوض بالقيم اللي موجودة عندنا هنا الفي تساوي نتخلص من التربية نأخذ الجذر للطرف الآخر ناقص 2 نفتح قوس سالب سالب 1.6 في 10 والسالب 19 هذه شحنة الإلكترون مضروباً في فرق الجهد 75 لأمامكم على كتلة الإلكترون اللي موجودة عندنا 9.1 في 10 السالب 31 من خلال الآل الحاسبة سنصل إلى النتيجة النهائية V تساوي 5.1 في 10 و 6 متر لكل ثاني هنا انتصفنا في الحل دم نصل إلى الحل باقي انتصفنا في الحل الباقي علينا الآن نأتي بزخم هذا الإلكترون نعمل التالي الزخم الإلكترون ساوي كتلته في V سرعة الإلكترون نعوّف الكتلة كتلة الإلكترون كما ترون عندكم في الصبورة 9 فاصلة واحد في عشرة السالب 31 مضروباً في السرعة التي وصلنا لها من الخطوة السابقة 5.1 في عشرة و 6 يطلع الناتج النهائي 4.6 في عشرة السالب 24 كيلو إجرام في متر لكل ثاني الآن وصلنا إلى الزخم زخم هذا الإلكترون الخطوة الثانية الآن نصل إلى الطول الموجي المصاحب لهذا الإلكترون من خلال العلاقة التي توصلنا لها في البداية لمدة ساوي ثابت بلانك على ما أعطانا إلا معطى واحد فقط في السؤال من اللوحة ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة